تنافع شركات صناعة السيارات فيما بينها على افضل صناعة وتسعى الشركات لتطويرنا في صعب شكل مستمر حتى ترضي كافة العملاء وخلال الفترة الماضية ظهرت سيارات القرب التي بدأت تكتاح الاسواق في عدة دول ولكن ما عرض لصناعة السيارات في الولايات المتحدة عرض لاول مرة سيارة طائرة وهي الاولى من نوعها فاذا كنت مهتم لتفاصيل لهذه السيارة لا تنسى الاشتراك بالقناة وعمل لايك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بحسب دلي ميل البريطانية فان السيارة الطائرة اطلق عليها اس بي ال داش في وهي بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب وتجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع نشر الف وخمسمائة قدم وما يعادل تلاتة الاف وتنمية متر وتستخدم بنزين سيارات لطلحق بسرعة قصوى تبلغ تلتمية اتنين وعشرين كيلو متر في الساعة في الهواء الطلق وتتحرك بسرعة مية وستين كيلو متر في الساعة على اليابسة وتباع المركبة الهولندية السنة الموجودة قايدة الانتاج حاليها سعر خمسمائة تسعة وتسعين الف دولار مع وجود سبعين طلب مسبق عليها حتى الان من المتوقع ان يجرى تسليم الشاحنة الاولى عام الفين واحد وعشرين ساعة السيارة الطائرة لشخصين فقط وتتحول السيارة زات المقعدين من مركبة زات سلاس عجرات الى اوتو جاير طائرة في غدون عشر دقائق فقط ويمكن ان تحلق من صفر الى ستين ميلا في ساعة في اقل من تمن ثواني ويقول مالك الشركة المنتجة للسيارة بانه بعد سنوات من العمل الشاق تغلب على تحديات التقنية والتأهلية ونجح فريقانا بانشاء سيارة مبتكرة وتوافق مع المعايير السلامة الحالية التي تحددها لهيئات التنظيمية العالمية وصممت المركبات من الالياف الكربون والتانتينيوم والألمونيوم تطلع مدرجا بتول خمسمائة واربعين قدما للإقلاع وميت قدما فقط للهبوط ويجرى تطوير اصدارات مختلفة من سهرات الطائرة في جمهورية التشيك والسولفاكيا واليابان والسين والولايات المتحدة وسيحتاج الملك المحظوظ للرخصة القيادة ورخصة الطيار